احنا خلصنا من الجزئية دية بتاعة الاحتراف هبدأ اخش في اهداف لا تنسى فاكر اهدافك تسجلت كم اهدافك طبعا مش اهداف مش كبيرة او مش كتيرة اوي لكن على مستوى النادي الاهلي طيب نشوف ونفتكر مع بعض نفتكر مع بعض ونتكلم تفتكر معنا كده تحاول تركز فيها شوية ده كان ده 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 كان اعتقد دي مباراة في الوافا كاب لان ده كان نادي اعتقد مش مش في البوندزليجا ده من الاهداف اللي انا كنت يعني الحمد لله بلعب بدماغي كويس ده اعتقد نادي في اسكتلندا او حاجة مش من الاندية الكبيرة اوي احرصت كان الهدف التاني من الاهداف اللي واحد بيفتكرها كويس يعني الكرة تلعبت طبعا على العرض الوربانة الحمد لله في الفترات حتى مع النادي الاهلي كنت باستغل ان انا بلعب بدماغي كويس كنت بتضرب عليها يا هاني كنت بتمرن طبعا عليها يعني ما جاتش كده بالصوت لا 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 كنت بتمرن عليها والحمد لله كنت معروف كمان في قطاع ناشئين ان انا كنت بزيد في الحتة دي كويس يعني ده الفريده اسمه كاليمر اه ده طبعا ده هنزا رستوك ده الهدف بتاع هنزا رستوك وكنا باللعب وكان ياسر رضوان متواجد في الملعب محمد عمارة كان احتياط المباراة دا ده كان الهدف التالت على فاكرة كنا متأخرين واحد سف وارجعنا للمباراة لكن ده كان من الاهداف الحلوة الحمد لله لان انا عملتها ده قدامها هنزا رستوك لو ترجع بالصورة وارا شوية هتلاقي محمد عمارة كان بيسخن وارجون يعني كنت شايف واعد هو اللي كان يعمل اطلاب ده اه اه وحتى محمد عمارة ده حيكلي كده من بعيد شوية اه لانه هو كان نفسه كمان يلعب المباراة دا دا فكان ذكريات جميلة ومن الاهداف الحلوة الحمد لله الواحد حقاها يعني اه دي كنت بلعب بقى هنا في مركز اله وسط الملعب يعني كنت بلعب ديفندر وسط ملعب وبزيد فاستغلت بتكمل وراء الفراودة واستغلت المساحة والحمد لله كان جل 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 مميز يعني وميزة البوندس لي كان الستاد كله مليان في اي مباراة اه حاجة تفرح حاجة تفرح احنا كنا كده يا هاني ايامنا اه والله يا كابتن وانت لابت مع الجمهور ده كله طبعا يعني الستاد بتفرح مع الشخصية اللعب حتى في الملعب بصب بتفرح انك تلاقي الملعب مليان كده ده دي مباراة مع فرايبورج اعتقد ده كان في مباراة في الكاس ده طبعا المدرب البلجيكي العظيم اريك وهدف تاني بدماغي مع فرايبورج ده كان في الديه 65 اعتقد ده كان في مباراة في الكاس وانا كنت متعور فترة وانزلت الشوت التاني دي المباراة امام شالكة انت جاب اهدف عالمية هي ده مع بريمين قدام شالكة طبعا وشالكة كان من الفرق الكبيرة جدا جدا عزاني كل ما بيجيب جول في المباراة بيفتح نفسك المباراة لبعدي اه اه طبعا وخاصة انك تبالع مدافع يعني على مستوى الدفاع مع كذا لو ده كنت قدام شوية ده طبعا كلوزة اه ده طبعا من دي مباراة والماتش ده مع نيو شاتل اعتقد ده نيو شاتل ده اول تقريبا اول ماتش اول ماتش لي مع نيو شاتل اول ماتش اول مباراة واحرست والهدف واحد سفر اعتقد يعني لو ما خنتنيش الزاكرة برضو من الاهداف الحلوة قوي اتلعبت كرة وسجلت منها هدف بدماغي يعني كان اعتقد حسام ابراهيم موجودين في الصورة سجلت كم هدف براه بالراس كتير لا كتير يعني الحمد لله كنت بستغل طولي بشكل كويس وزي ما بقول لك ده كمان واخده من قطع ناشئين في نادي الاهل يعني مع كابتن انور صلامة ومع حتى منتخب الشباب منتخب الناشئين كنت بطلع وبزيد في الكهر السابتة فكانت بالنسبة لي مهارة الحمد لله استغلتها بشكل كويس اشتركوا في القناة